ما هو الفرض الأول في حق الأهل؟ الفرض الأول في حق الأهل كالأولاد تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة فإن الأهل إن تركوا بلا تعليم قد يعتقدون أن الله يسكن السماء أو الكعبة أو أنه جسم قاعد فوق العرش فإن اعتقدوا ذلك واستمروا عليه بعد البلوغ إلى الممات فإنهم يخلدون في نار جهنم أعاذن الله منها